موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم نبدأ هذه الجولة بصحيفة الأهرام التي جاءت أبرز عنوينها كالتالي 17 محافظا يؤدون اليمين غدا أمام الرئيس السيسي الرئيس السيسي للوفد الأمريكي نواجه تحديات عديدة وعلى الجميع احترام إرادة الشعب مقتل عدد كبير من التكفريين بسيناء وريترز تقول السيسي نجح في محاصرة الإرهاب وتحييد الإخوان وزير الموارد المائية والري للأهرام مفاوضات تأسد النهضة ليست نزها كامل الوزير انتهاء 83% من الحفر الجاف و20% من التكريك بقناة السويس ومن جانبيا كتبت صحيفة الأخبار 17 محافظا جديدا وبقاء عشرة في حركة المحافظين اللواء الوزير لا استغناء عن أي عمالة وبدء تدبيش جانبي القناة الجديدة موسكو تعرض على مصر إنشاء المحطة النووية أمين مجمع البحوث الإسلامية يقول سيدنا أبو بكر الصديق لم يحرق أحدا سقوط سكين إرهابيا ينتبون لخلايا التخريب واستهداف الجيش والشرطة أما عنوين صحيفة الجمهورية فجاءت كتالي محلب في اجتماع وزاري لمناقشة الترتيبات ترتيبات مؤتمر شرم الشيخة نقطة فاصلة في المصاري الاقتصادي غدا منع انتظار السيارات بمحيط التحرير وسيران التعريفة الجمع المخفضة بالجراج الجديد قراران جمهوريان بتخصيص أراضي للمنفع العام بجنوب سيدنا الجابلاية يهدد بإلغاء الدوري في حالة الشغب ومن صحيفة المصر اليوم نطالع الجيش ينشر فيديو لإرهاب داعش ويتواعد الغزاة مصر مقبرة جامعة القاهرة تستعد لبدء الدراسة في الترمي الثاني ببوابات فولاذية دوارة الصحة تسحب أدوية من الأسواق بسبب الغش ومشاكل في التركيبة الحكومة تدرس نقل أرض المعارض خارج القاهرة مندوب مصر في اليونسكو في حوار للمصر اليوم التعليم المصري دون المستوى أما صحيفة الشروق فنطالع منها هذه العنوين القائمة النهائية لحركة المحافظين الجدد خالد زكريا للجيزة وهني المسيري للإسكندرية محلب يقول المحافظ لا بد أن يكون مقاتلا وعمار المحافظين الجدد ما بين 35 و37 الدستورية تلقى أربع الطعون على قاونين الانتخابات الفرلمانية المقبلة وتقسيم الدوائر العربي يطالب بإنشاء منظومة دفاعية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب وزير الأوقاف مشاورات لإرقاء خطبة جمعة موحدة بالوطن العربي ونتحول مشاهدين الكرام إلى الصحف العربية والبداية من صحيفة البيان الإماراتية ونقرأ فيها سلاح الجو الأردني يدك معاقل داعش والطائرات تحلق فوق بيت العزاء إكراما لروح الشهيد وتزامنا مع زيارة الملك للتعزية ميناء بنغازي في قبضة الجيش الليبي بعد معارك ضارية مع المتطرفين الفلسطينيون يطلبون تدخل أوروبا للإفراج عن الأموال المجمدة ومن جانبها كتبت صحيفة الخليج الإماراتية أمريكا تنشر طائرات لحماية طيار التحالف والأردن يبدأ الرد بضربات جوية لأوكار الإرهاب البرلمان التونسي يمنح ثقة لحكومة الحبيب الصيد الخرطوم تدعو إلى حوار غير مشروط مع القوى السياسية والمتمردين طائرات بدون طيار تصفي تصفي إرهابيين في اليمن والصومال قوة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم أسلحة خطيرة لقمع التظاهرات الفلسطينية ونتحول إلى صحيفة الشرق الأوسط اللبنانية ونقرأ فيها الجامعة العربية تدين هجمات سيناء وإعدام الكساسبة رفع حظر التجوال الليلي في بغداد بعد سنوات المعرضة السودانية تصاعد حملتها لمقاطعة الانتخابات صواريخ المعرضة تشل دمشق وستون طلع للطيران الحربي على الغوطة ونقرأ من صحيفة الحياة اللندنية الأكراد يقاتلون داعش ويسعون إلى قامة دولته المستقلة توافق مبدئي على مجلس رئاسي يمني مقتل مرشد القاعدة في اليمن بغارة أمريكية النفط يرتفع 6% بدعم العنف في ليبيا وإجراءات تحفيز صينية ناجون من إبلة يشكون أعراضا بينها فقدان المصر ونرصد من صحيفة الوطن السعودية هذه العنو توسيع التحالف الدولي يعيد الاستقرار للدول العربية اليمن تشكيل مجلس رئيسي يدير الجمهورية لمدة عام يضم خمسة أعضاء برئاسة علي ناصر محمد وهو رئيس سابق لجنوب اليمن فرقاء لبنان يتفقون على إزالة اللافتات الحربية داعش يقتل ثلاثة سنين بتهمة الخيانة ننتقل للصحف العالمية ونطالع من صحيفة الجاردين البريطانية عنوينها والتي جاء فيها ميركل وأولاند يفاجئان موسكو بالزيارة لإقناعها بخطة سلام حول النزاع الأوكراني رمى سقوطها قائد الطائرة التابعة لشركة الطيران الطايوانية ترانس إيشيا يلقى إشادة لجهوده بتجنب سقوطها على أحياء سكنية الأردن ترد بغارات على مواقع داعش انتقاما لقتل الكسسبة اليمن تشتعل وغارات الأمريكية بدون طيار تشن غارات ومن منشطات صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية نطالع بغداد بدون حظر تجوال بعد سنوات أولوند يؤكد دعم فرنسا للقوات الإفريقية في قتال بوكو حرام جو بايدن يبحث مع قادة الاتحادر في توسيع لقوبات المقررة على روسيا غارات أمريكية بدون طيار تردي قيادي من تنظيم القاعدة في الياني صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تناولت أيضا في عنوينها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دين استخدام غاز الكلور في سوريا أوباما يقول سنتصدى للذين يستخدون الدين لأراضي من الهدامة النيتو يكمل خطة قوة الرد السريع في شاق أوروبا اليمن يفشل في التوصل لحل للأزمة السياسية أما منشطات صحيفة الاندبندن البريطانية فقد جاءت كالتالي مجلس الشيوخ يحث الرئيس الأمريكي على إمداد أوكرانيا بالسلاح الصين 17 يلقون حدفهم في حالق النيجر تشارك في الحملة ضد بوكو حرام حملة إعلامية في استراليا لإطلاق صراح الصحفي المخطوف أما عنوين صحيفة الفايرانشال تايمز البريطانية فقد جاءت كالتالي طائرات أمريكية شمال العراق لإنقاذ طائرات التحالف إذا أسقطت الخارجية الأمريكية تؤيد حظر تصدير الأسلحة لجنوب السودان آمال أوكرانية بخطة سلام خلف زيارات أولوند وميركل لروسيا سوريا تقول مقتل أكثر من 60 مدنيا في غارات جوية ونظامية مشاهدين الكرام نحتتم جولتنا بفاصل من رسوم الكاريكاتير الأبرز في صحف اليوم موسيقى موسيقى ختم جولتنا الصحفية شكرا لتيب المتابعة وإلى اللقاء موسيقى